قلناها لن تمر جريمة سمارا بدون عقاب جينا يطانجة دين مواليا للبوليزاريو بعشرين سنة سجدا بتهام المس بأمن الدولة كذلك تحذير شديد لهجة لموريطانيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير معكم لبناء من قناتكم المتوضع اعلم اسكاولي دائما كنتمنى منكم اللايك والبارتاج كذلك الاشتراك لهذه القناة وما تنسو كتابات التعليق وريضاق لي بالرأيه المغربية استمره واصله فهذه الكلمات البسيطة ممكن انها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ وصل بالموضوع طالما عرفنا بلي اكبر اعداء المغرب اكبر الحاقدين على المغرب واكبر الحاسدين للمملكة المغربية الشريفة هم الجيران فكين اللي بينين كين اللي العداء ديالهم مواضح وكين اخرين اللي هما مخفيون وهنا كان قصدو موريطانيا موريطانيا اللي هي عدوات المغرب ولكن مخفية موريطانيا لحد الان ما زال ما بغاش تنسى ان المغرب ما بغاش يعترف بها او كان ما معترفش بها كونوا على يقين ان موريطانيا لو كان عندها الجهد تكون دير اكتر من الجزائر غير ان موريطانيا دولة ضعيفة فقيرة 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 موريطانيا من الجهة اخرى المغرب صراحة تهاون بثاف مع بعض او مع قاع الخوانة ديال المملكة المغربية الشريفة يجعلهم تحت شعار الحرية حرية التعبير لكن الحرية او حرية التعبير عندها خطوط حمراء خصوصا فيما يتعلق الوحدة الترابية والاكتر من ذلك من امن واستقرار بلادنا المشكلة ان هذه الخوانة عندهم باسبور مغريبي يسافرون به مظاهرة خارج المغرب ويسافرون ويسافرون مغربين يجعلون مظاهرات ويسافرون ويسافرون باسبور مغريبي ويسافرون ويسافرون اخوتي حان الوقت ان المغرب يضرب بيد من حديد حان الوقت ان التساهل لا يبقى فهذا الوقت فهذا اخرج المختلفة تكن المغربية حان الوحدة وأحضرون الانفجار الأول ويسافرين لم يتم تفسير ويعيش في انفجار والجزائر المغربية والمغربية الانفجار نخطر اخوتي وضعت جدا اليه فهذا يمكن انفجار الغاز في نفس الوقت فاليوم تحقيق بينات من البوليزاريو وقذائف وصواريخ كذلك نرى مؤثير المغاربة يدفع للجزائر ويضرب حتى في المغاربة ويضرب في المغرب يمكن أن يربحوا الاشتراكات الجزائريين وهذا يجب أن يزينوا الصورة الجزائر هي أكبر عدوة للمغرب الجزائر يريد أن تقسم بالعدنى الجزائر التي ترى أي شيء فيها ضرر المغرب وإلا تديرها كذلك يخرجوا مؤثيرين المغاربة الذين معروفين وينعطوا المغاربة بولاد الحرام فصراحة هذا شيء كثيرا كذلك نخرجوا في مظاهرة او احتجاجات لمساندة فلسطين وينعطوا خوانات الداخل ويحولوها إلى مظاهرة اخرى وإلى احتجاجات اخرى ويضربوه في الملكية ويضربوه في الملك محمد السادس حافظه الله فصراحة المغرب يجب أن يضرب بيد من حديد المغرب لا يجب أن يتساهل وليس لديها الحرية الحرية لديها حدود الحرية عندها حدود ماشية ونفوت الخطوط الحمراء فصراحة هذه الخوانات الداخلية يجب المغرب يوقفهم عند حدودهم لأنه ممكن تهون في أي حاجة إلا الأمن واستقرار بلادنا بالنسبة للخائن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئنف بطنجا يوم الخامس متهما يبلغ من العمر 40 سنة بالسجن بعشرين سنة نافذة بتهمة المساس بأمن الدولة متع التفاصيل قضية إلى اعتقال متهم سالم البلغ من العمر 40 سنة أو 40 عاما المنحدر من موريطانيا نحن عسكرية فيها أو تضوم 38 زيا عسكريا في ميناء طنجا المتوسط تم العثور على بطاقة هوية تابعة لجبهة البوليزارو الإنفصالية في حوزته أثناء الاعتقال كما كشفت تحقيقات عن زيارته المتكررة إلى مخيمة تندوف وتم إجراء خبرة تقنية بأن على توجيهات النيابة العامة المختصة وتم العثور على رسائل نصية ومحدثة في مجموعات تطبيقية لهاتف الجوال الخاص بالمعنى تمجي جبهة البوليزارو وتدعم القضايا الإنفصالية اسمته الإخوان هذا السيد أو هذا الإنفصالي كان عيش وسط المملكة المغربية كيكون وسط الأسواق كيكون في الفنادق كيكون في الحفالات هذا من بين المندسين الخوانة ما بيننا يعني ما بين المغربة ولكن ستحكم عليه بعشرين سنة سجنا وكانت منه مزيدا من الصرامة والحزم كيكون عبرة لأي خائن هنا أخواني أخواتي أوامر ملكية الجنرال بريد قائد القوات المسلحة الملكية يمكن أن يكون هناك زيارة مستعجلة لموريطانيا فالجنرال بريد قائد 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 كنا نشكلها المغرب قائد 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 تجنثل منها لگران وهو ينتحدث 각 وتكذل اي واحد يصل للمنطقة العازلة تقصفون لكن يكونوا منقبون عن الذهب هؤلاء الأخوان هم غير مرتزقة او هم موريطانيين ولكن يساعدوا الدخول للمرتزقات البوليزاريو وتم اقدروا من اللي تقصفهم يخرجوا قلوب للمغرب يستهدف المدنيين فالسيارات هي موريطانية تترقيم ولكن يكونوا لداخل مرتزقات البوليزاريو فهذا الشيء الذي يحضرهم المغرب لهم حتى يوصل للمنطقة العازلة او الحدود المغربية لذلك المخابرات المغربية انتبهت بالميليشيات البوليزاريو تتلقى مع خوانات الداخل الانفصاليين يمشون لموريطانيا وتم يتلقى مع عناصر البوليزاريو بطبيعة الحال عناصر البوليزاريو يحرضوا هذا الخوانات الوطن على عمليات إرهابية داخل المملكة المغربية الشريفة لأن الخوانات المغرب لديهم عائلات الذين لا يقدروا يدخلوا للمغربة وبالتالي يمشون لموريطانيا ويخططوا كيف يدمروا المملكة المغربية الشريفة ويقلبوا على خطط لتزعزعت أمن واستقرار للمملكة المغربية الشريفة المغرب سيحضر موريطانيا يقول لها اللي قرب من الحدود ينتهي من الوجود يعني اللي قرب الحدود المغربية ويقصف المدنيين لأن هذه المنطقة بكل بساطة هي منطقة عسكرية ومنطقة عزلة محرمة وبالتالي أي واحد يصل إلى هذه المنطقة ينتهي الوجود اخواتي وصلنا النهاية لهاد الفيديو تحية لكم كبيرة شكرا الحزن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا